من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الرؤى الإنسانية والخيرية الشاملة للمقام السامي لجلالة الملك المعظم تعتبر ركيزة أساسية لإبراز إسهامات مملكة البحرين في المجالين الإنساني والخيري على المستويات كافة معربا عن الفخر والاعتزاز بالنهج الملكي السامي والتوجهات المستمرة من لدن جلالة الملك المعظم أيده الله للنهوض بالبرامج والمشروعات الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول الشقيقة والصديقة مقدرا عاليا المتابعة الحثيثة والاهتمام المباشر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجهات سموه القيمة من أجل وضع أنظمة وبرامج حكومية تدعم وتساند مجال العمل الإنساني مشيدا بالجهود والعطاءات الإنسانية المشهودة التي تقدمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حيث أصبحت علامة بارزة في العمل الإنساني وتنال التقدير الإقليمي والدولي نظير برامجها الإنسانية والإغاثية والمشروعات الحضارية التي تنفذها على مختلف المجالات وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن مملكة البحرين عرفت على مر العقود بمواقفها الإنسانية النبيلة ورعايتها واهتمامها بكل ما ينهض بالإنسانية والعمل الخيري والتطوعي وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تزخر بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والاجتماعية التي تعمل وفق استراتيجيات وبرامج طموحة وتجسد صورا خلاقة ونبيلة للعمل الإنساني والحضاري